تعرف بيكي؟ واحدة، واحدة كنت قاعدة على الكنبة زمان كنت قاعدة على الكنبة زمان، معنى كده ان كسبت الكنبة دلوقتي؟ خالص، خالص، حاولع فيها ياه ياه، ليه كده؟ تعبت من القاعدة، وبعدين لما ببص على الناس اللي حواليت بحس ان هم كلهم قرفانين مني، يعني خالص، قاعدوا، مش عايز اقول اللفظة هذه يعني، كفاية كدة، كفاية كنبة بقى، يعني، ونفسي اقول للناس اللي قاعدين على الكنبة لغاية دلوقتي، يعملوا زي ما انا عملت كده رغبك يا بقى يblockوا فيها، يتصرفوا فيها زي ما ما يشوفوا، إنما كفاية كنبة، كفاية كده وبعدين؟ ولا قابلين، ينزلوا بقى، ينزلوا، ينزلوا في أي حتة، ناس مش عاجبهم للاتحادية بلاش للتحدي بلاش للتحدي هما على الكنبة مش خايفين النور لما بيقطع عندهم عربية مش قادرين Y 문ayan لا Luckily احصل دربا يحصل درب الدرب آخر ملا هما مبسوطين من قداتهم مع الكنبة بيتفرجوا على الناس اللي المفروض دموهم في رقبة الحكومة اللي قاعدة دلوقتي وعادي ولا ينزلوا يوم مش فاهمين يعني يوم مش فاهمين انها سلمية الدعوة سلمية طيب نقم انا قدينة بنقول له من الدعوة السلمية وزا حصل اي عنف فده مش عنف من الشعب ده اكيد فيه ناس مندسة ومش حنقول من مين حتى لو فيه ناس مندسة برضو مفروض ان احنا ما نخافش احنا مش خايفين وانا واحدة منكو انا واحدة كنت قاعدة عالكنبة كنت قاعدة مرعوبة وخايفة وعندي ولاد على فكرة وقلت ماشي انا مش هينفع سيبهم عشان خطرهم كلام ده بقى خلاص يعني كفاية كده مش قادر اقعد اكتر من كده بصراح قلبي بيأكلني على بلدي يعني بلدي زي ولادي انا لو مليش بلد ولادي دول اللي انا خايف عليهم هيتربوا ازاي هيعيشوا فين هيتعلموا ازاي هيتعلموا ايه هيتعلموا يعني هيربوا دقنهم والبنت تلبس نقاب ويبقى هو ده هي دي سياسة لا مش معنى ان انا باعرف دين يبقى انا باعرف سياسة لا هم يفضلوا يعلموا اولادنا الدين احنا على عينينا وعلى رأسنا لكن يعلموا الناس سياسة بيعلموهم غلط للاسف الشديد انا مكنتش فاهم حاجة خالص بس من المتابعة بقى ومن الاعدة عالكنبة وانا بتفرج على التليبزيون ولله انا مفيدة برضى التنبة في حاجات الاعلام المضلل الاعلام المضلل هو ذا لانا أسق heels ببتابع الاعلام جون اوة بس والله تبيع الثتنين يعني بتابع الاعلام المضلل والاعلان اللي مع الاخوات مش هنسميه اعلان تاني. اه لا الاتنين لما لما يحصل بينهم كده مقارنة بصراحة الاعلان المضلل يخش المزايد كده يعني يخليك مستريح كده وانت قاعد عالكنبة ويقومك يقومك من عالكنبة حتى تروح يعني تخش الحمان كده تتشطف تنفض من على نفسك اللي تربط عالكنبة وتنزل بقى. طيب نعتبر كلام حضرتك ده رسالة لاصحاب الكنبة. او. للناس اللي نزلين فعلا بقى. اللي اخدوا قرار. ايو طبعا. انا لما كنت بشوفوا انا قاعدة على الكنبة كده ناس كبيرة شعرها بيض. ستات كبيرة. اه ولادها ماتوا. والامهات الشهد ده دول اللي رايحين عند الاتحادية ووقفين فوق العربيات. يعني هم قادرين ينزلوا. وقدرين يهتفوا ويهللوا. ويعني مظاهرات. فين الصحح اللي تعمل كتوانة. كروت الحمرة. اه بالضبط كده. كروت الحمرة. انا بقى واحدة من الناس اللي حانزل وحرفع كارتة احمر. والصفارة ما تنزل. والصفارة مش حانتك. تقولي ايه بقى لالناس اللي نزلين فعلا. تشجعيهم الزاق. طب منيهم الزاق. اللي فعلا اخدوا قرارهم بقى. هقول لهم انتو المصريين الحقيقيين اللي هتحافزوا على بلدكم. واللي هتخلوا مصر تعيش. هم بيخوفونا. وورلنا احنا صاح ت Werkاني. انتو كم مليون. انتو كم مليون. اتنين تلاتة مليون? احنا الباط. احنا بقى التانين. احنا الناس التانين. اللي هم تمانين مليون. حتوقفوا قدامنا ازاي? حتى الناس اللي عالكنبة نزلين. انا واحدة هو منهم. انا سيد الرجالة بقى اللي كانوا قاعدين عالكنبة. خياله هيعملوا ايه. في غير الستات كمان نزلين? يعني ستات ورجالة المواعدين عالتربة هيسبوها وهينزلوا. انتو كمان انزلوا. فعرضوكم. والله العظيم البلد هتتقلكم. لو الارض ده هتتكلم هتتقلكم. هتقول لكم ربنا يخليكم لهيه. وياخد بقى الناس التانيين. تقولي ايه بقى رسالة الناس التانيين دور? تقولي لهم ايه? هقولهم ارحمونا. سيبونا. رجعو لنا مصر. رجعو لنا مصر بتاعتنا حبيبتنا. وحشتنا جدا. جدا. بقى لنا سنة سنة. عارف الازاز لما يغيم. هم بقى كل شوية. يحطوا قديهم ويعلموا 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 ويعلموا. احنا مش شايفينها. مش شايفين. خلاص اجزاء ملطاشة كده. عارف انت اللي هو ايه? كل حاجة سليمة بس الوحدة. هي مصر بإمكان. كل حاجة سليمة بس الوحدة. احنا بقى عايزين نرجعها. ننظفها. نزبطها. كل اللي في الشارع دول. عارف المهندسين. كأنهم يجوا مهندسين. يبعدوا بقى الناس اللي مش فاهمين دول. ويجيبوا المقشات. ويتنصوا وينظفوا. ويضبطوا. معنى كلامك ان الفرصة التانية خلاص راحت. نحن نديله فرصة تانية. فهو احنا ادينا له فرصة اولة وتانية وتالتة. ده بقى له سنة يا معلم. بقى له سنة. سنة. اخد كام فرصة. ملحقش. ملحقش. اه. هو الحقيقة. هو الظهر ان هو فعلا مش حيلحق. ان شاء الله مش حيلحق. قضية الامر يا. قضية الامر. خلاص. يعني اتهى. مش هنقدر. يعني بتهيقلي اللي بيقول نديله فرصة تانية ده. يعني محتاج ان هو يتحاكم. يتحاكم محاكمة عسكرية محاكمة عادلة ويعدم. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انا قلتلك ان انا حرقتك انا بحاوض على ايه في المثلات ومن ثلاثين. شبنا شكرك جدا. ربنا يخليك. شك. شكرا.